بسم الله الرحمن الرحيم نلتقي في الدرس الثامن عشر من شرح لغة الجابة شفنا في الدرس الماضي مثال مهم والدرس هذا اعتمد على الدرس الماضي بشكل كبير شفنا كيف انشأنا كلاس اسمو كوميشن ومبلي وكلاس اسمو بيز بلاس كوميشن ومبلي والكلاسين كانوا بينهم تشابه كبير وقلنا بنا نتعرف كيف ممكن نعيد كتابة الكود فيهم باستخدام الانهيريتانس ونستفيد من الانهيريتانس او الوراثة باختصار الكود خلينا نكتب نفس المثال بس بطريقة مختلفة باستخدام الانهيريتانس طيب اول شي هنكتب الكوميشن ومبلي كلاس اللي هو كلاس بخص الموظفين اللي بيعملوا بنظام العمولة هنلاحظ الكلاس هذا فيه نفس الكلاس فعليا ما تغير فيه خمس متغيرات فيه constructor نفس سابق بالضبط فيه الget للثلاث متغيرات وست وget للمتغيرين الاخرين فيه اليرنينج كيف نحسب المدخلات للموظف وفيه التوسترينج اللي عملنا لها override بحيث انها توصف معلومات الموظف فهذا الكلاس الاول ما اختلف لانه الكلاس الاساسي طيب نيجي للكلاس التاني اللي هو اسمه base plus commission on plea هذا الكلاس هذا النوع من الموظفين هو موظف ياخد عمولة ايضا على المبيعات ولكن فيه اضافة جديدة فقط انه ياخد salary ياخد راتب اساسي فعشان فيه تشابه بين هذا النوع من الموظفين والنوع الاول هذا النوع من الموظفين فيه شيء اضافي عن النوع الاول فهذا النوع من الموظفين اصلا يعتبر commission on plea لكن بخصيصة جديدة وهي انه ياخد راتب فلذلك كامل مناسب انه لما نعرف الكلاس هذا نقول انه يعمل extend للكلاس commission on plea فلكلاس commission on plea هو الاب لهذا الكلاس او super class او parent class كلها نفس المساميات طبعا لما يكون الكميشن on plea هو الاب او parent class او super class الbase plus commission on plea بيورث منه كل الاشياء بيورث منه ال public methods بيورث منه كل اشي ال public variables لو في public variables وكل الاشياء بيورثها منه طيب بما انه بيورث الاشياء ما حنكتب الا الاشياء الاضافية فما حنعرف هنا الا ال base salary لانه المتغيرات الاخرى موجودة في ال parent class تمام طيب طيب نستدعي ال constructor الموجود في الاب اللي هو هذا ال constructor اللي بيقبل خمس اشياء تمام هذا هو ال constructor بيقبل خمس اشياء فاحنا منستدعيه بكلمة super لو فاكرين في الفيديوهات السابقة نستدعي constructor اخر في نفس الكلاس باستخدام كلمة this فكلمة this شبيهة بكلمة super لكن this بتعبر عن الكلاس الحالي بينما super بتعبر عن السوبر الكلاس او الكلاس الاب فبنستدعي ال constructor تبع الاب باستخدام super طبعا في ال constructor تبع الابن subclass او بنسميه subclass او الكلاس الابن اول سطر في ال constructor لازم يكون استدعاء للكنستدعي الاب لو ما استدعينا بشكل ضمني بشكل صريح هيستدعيه بشكل ضمني يعني java automatic حكا انها هتكتب هنا super لكن هتستدعي ال constructor no arguments default constructor لكن للأسف يعني لو ما كتبنا هذا الأمر الجابة هتكتب هذا الأمر automatic لكن للأسف هذا الكلاس ما في ما في constructor بدون argument فلذلك لو ما استدعينا ال constructor في أول سطر هيستدعي ال no argument constructor بس للأسف هيطلع لي error لأنه يقول لي الاب ما فيه no argument constructor تمام فالحل أني أستدعي ال constructor تبع الاب وعطيه خمس أصلا هيك هيك أنا لازم أستدعي ال constructor للأب لأنه أنا حابب أعطي القيم الابتدائية للمتغيرات الموجودة عند الاب تمام فهذه عشان هيك الجابة بتخليني الخيار أني أستدعي constructor الأب في أول سطر في constructor الأب لكن فيه إضافة أنه لازم أعطي قيمة ابتدائية للسلري السلري مش موجود عند الأب فلازم الأب هو يعطيه القيمة لأنه هذا المتغير موجود عند الأب طيب بعدين لازم أكتب الميثود اللي هو ال get first name والget last name هذه الميثود ما فيه داعي أكتبها لأنها حيتم وراثتها من الأب يعني الابن حيورث كل هذه الميثود لأنها public حيورثها وحتكونها كأنها موجودة عند الابن كل هذه الميثود وحتى أثبت لكم إنها موجودة لو جينا في أي مكان هنا مثلا وكتبنا this dot لو فاكرين this بيجيب لي كل الأشياء الموجودة في الكلاس هذه فحتلاحظ أني موجود عندي get commission rate مع أني ما كتبتها ولا أكتبها get first name ما أكتبها فكل get last name ما أكتبها لكني ورثتها هذه الأشياء من الأب فأنا كده وفرت الكود وما كتبت هذه الميثود لكن في عندي two method لازم أكتبهم لأنه مش موجودين عند الأب الأول اسمه set salary والتاني اسمه get salary تمام؟ تكلمنا عن set والget في فيديوهات سابقة طبعا السلاري موجود عند الإبن فلذلك لازم أكتب له set والget الخاصة فيه بالنسبة للأيرنينج الأيرنينج 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 موجود الأيرنينج موجود عند الأب ولكن أنا في الأبن بدي أحسب طريقة المدخلات الموظف للكلاس الأبن بطريقة مختلفة الأب يحسبها بالطريقة هذه sales drop commission rate بينما الأبن حاب يحسبها طريقة أخرى بحيث أنه يضيف عليها السلاري فلذلك أنا حاب أعملها override لهذه الميثول يعني هي موجودة عند الأب لكن الأبن حاب ما يورثها زي ما هي حاب يغير عليها عشان كده بكتب override لو ما كتبت override ما في مشكلة ولكن دائما override بتساعدني بحيث أني لو أنا أخطأت مثلا في كتابة الميثول و أنا قايل له أنا حاب أعمل override فبعطيني error بيقول لي أنت قلت حتى أنت تعمل override بينما هذه الميثود مش موجودة عند الأب لما أكتبها صح ما هيعطيني error لأنه فعلا أنا قلت له هعمل override وجبت له مثود موجودة عند الأب بنفس السيجنيتشر لكن حبيت أغير الكلام المكتوب فيها نفس الشيء أنا حاب أستخدم موجودة عند الأب لكن أنا حاب أغير عليها بحيث أضيف عليها ال base salary تمام؟ طيب بنلاحظ أنه في الكلاس هذا في عندي أخطاء يقول لي ما في عندي متغير اسمه gross sales ولو أحط على الخطأ بيقول لي gross sales has private access يعني gross sales موجود في ال parent لكنه private ما أقدر أنا أورثه فما أقدر أستخدمه ما أقدر أستخدمه في العمليات الحسابية لأنه private ونفس الشيء commission rate ال base salary موجود عندي نفس الشيء كل هذه المتغيرات فهذه كلها موجودة عند الأب لكنها private فأحد الحلول أني أخليها public فلما أحط الفيرس نيم public فالابن حيرث الفيرس نيم هنلاحظ الفيرس نيم ما أصبح ما عنده مشكلة الآن لكن مشكلة البابلك أنه زي ما حكينا بالسابق لو تركناها لو تركنا هذه المتغيرات كلها public هذا الشيء سيء لأنه بيجي أي كلاس آخر ممكن يغير عليها بشكل مباشر وإحنا مو حابين أي شخص يغير عليها بشكل مباشر حابين يغير عليها فقط عن طريق المثود الست والget أو الست يغير بالست ويحصل على القيمة بالget في الحالة هذه مثلاً لما أجي أعمل لكلاس التست ممكن يجي شخص بعد معرف employee يقوله employee dot بما أنه الآن أصبحت public أقدر في كلاس تاني موجود أغير عليها مثلاً أعطي قيمة سيئة السالب 100 مثلاً فهذا أقدر أسوي لأنه أصبحت public بينما لما كانت السيلز برايفيت ما كنت ما كنت أقدر أعمل هذه الحركة فلن ألاحظ لما خليتها برايفيت الآن ما أقدر أعمل الحركة الحل الوحيد أني أعمل employee dot set sales set gross sales والset gross sales أنا أعمل فيها f statement بحيث أنه ما يقبل سالب تمام؟ لو حطيت سالب 100 في هناك f statement أنه يطلع لإكسبشن أو يطلع لإررار فمن الخطأ أنه نخلي public فإيش الحل؟ في حل أنه نخلي نوع هذا يعني غلط نخليهم كلهم public في حل أنه نخليه protected protected إشي وسط بين public protected protected وسط بين public will protect dead بين public والprivate protected بسمح فقط للأبناء وبسمح فقط للكلاسات الموجودين في نفس الباكيج أنهم يعملوا access على هذا المتغير لكن أيضا هذا ما بيحل المشكلة لأنه أيضا ممكن يجي للكلاس الإبن ويسي استخدام هذا الشيء ممكن يغير قيمة المتغيرات بصورة سيئة أو الكلاس آخر في نفس الباكيج ممكن يغير قيمة الكلاسات هذه الطريقة سيئة يعني يدخل السيلز بالسالب فأيضا هذه ما بتحل المشكلة فالأفضل دائما في المتغيرات نحن دائما بنفضل نخليهم private لأنه اللي حاب يستخدم هذه المتغيرات في البايرانت كلاس لازم يستخدم فقط السيت والجيت فالحل الحل فقط أنه نخليهم private أفضل حل وفي الكلاس هذا كلاس الإبن بدل ما نقول نستخدم اسم المتغير ما حنقدر نحصل عليه لأنه private نستخدم method public اسمها get gross sales وcommission ممكن نقول get مش كل متغير له get to set فلو كتبنا get فهيك بنحل المشكلة فبنصير نستخدم المثود الخاصة اسمها get gross sales طبعا ما في عندي في الكلاس هذا method اسمها get gross sales لكنها لأنها public الابن ويرثها أو في حل آخر ممكن أكتبها بالصيغة هذه أو أكتب super كلمة super dot أيضا بيجيب لي get gross sales تمام gross sales أو أنا أكتب super dot get gross sales تمام نفس الإشي لكن ما في داعي أكتب super لأنه أصلا الابن بورثها والمثود الموجودة عند الابن أو الأب نفس الشي لكن ممكن أحيانا أحتاج أني أكتب super في بعض الحالات أنا أحتاج فعلا أستخدم المثود للsuper مثل أني أكتب مثلا بدي أحسب طريقة المدخولات فمدخولات الابن تشبه مدخولات الأب لكن بضيف عليها السالري فممكن أقول له كيف أحسب مدخولات الابن أقول له نفس مدخولات الأب super dot earning لكن أضيف عليها البيز سالري فبهذه الطريقة عشان أحسب اليرنينج للابن استدعيت اليرنينج للأب وضيفت عليه البيز سالري طبعا هنا ممكن أحل المشكلة هذه الfirst name باستخدام نفس الget name حوقف الفيديو بس عشان اختصار الوقت فالآن بنلاحظ أني غيرت أسماء المتغيرات واستخدمت الget لكل متغير حتى لأنها الget لكل متغير public بينما أسماء المتغيرات private وكده حليت المشكلة فأقدر روح للtest class test class شبيه في test class اللي سويناه قبل كده استخدمت سويت object واستدعيت الget وغيرت السالري واستدعيت to string فلما نيجي نطبعه فبنلاحظ طبع المعلومات المتغير فبالطريقة هذه أنا أنشأت الكلاس الأول commission employee أنشأت الكلاس الثاني base plus commission employee لكن اختصرت الكود وكانت بطريقة أسهل أتمنى يكون الدرس واضح ونلقوكم في الدرس القادم والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر